فضل أحمد السفر للخارج لإجراء عملية القصرة وتبديل الصمام لعدم وجود متطلباتها فضلا عن فقدان العلاج من أدوية ومستلزمات طبية أساسية فالخدمات الصحية بحسب أحمد في المستشفيات الحكومية تكاد تكون معدومة بالنسبة للحالات التي تستوجب تشخيصا دقيقا وسرعة في العلاج نطالب بتحسين الواقع الصحي بصورة عامة يعني مو صورة خاصة صورة عامة يعني الشغلة تعبانة يعني يجي المريض لا يدير ولا بال ولا حد يهتم به بالنسبة للعلاجات كلها من بره يكتب لك علاج تشتريه من بره أما إلا القليل ورغم إقرار قانون الضمان الصحي من قبل مجلس النواب في تشرين أول أكتوبر 2020 لأن تنفيذه لم يدخل حيز التطبيق حتى الآن دائرة صحة بابل قالت إن السبب في تأخر تنفيذه يعود إلى بعض الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بآلية التنفيذ وسط تأكيدات بضرورة تفعيل دور وزارة التخطيط في عملية الجرد الشامل لاحتياجات البلاد من المراكز التخصصية خاصة العلاجية منها حسب ما مخطط على راح يبدأ سنة 2024 يبدأ في بغداد في العاصمة بغداد والدوار التابع إلى بغداد بعد هذه السنة يبدأ ينتقل المحافظات بالتأكيد نحتاج إلى مؤسسات مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة المراكز الصحية تعتمد على مستوى الكثافة السكانية والامتداد السكاني نحتاج إلى أحصايات دقيقة من وزارة التخطيط حتى نقدر نقول بضبط أنه شكرا عدد المراكز الصحية نحن لدينا سياقات متبعة في تحديد عدد المراكز الصحية حسب الرقعة الجغرافية وحسب الكثافة السكانية الوضع الصحي بالعراق بصورة عامة يعاني من عدة مشاكل وهمها فنية وإدارية من حيث التوزيع المكاني والجغرافي للمراكز الصحية والعدد السكاني وكانت عدة محافظات عراقية قد شهدت مؤخرا افتتاح مراكز تخصصية أولية إلا أنها لا تعد كافية بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة في وقت يؤكد فيه البرنامج الحكومي على ضرورة تفعيد القطاع الصحي والطبي بما ينسجم والمتطلبات العلاجية والدوائية للمرضى في اليوم العالمي لسلامة المرضى تبرز الحاجة لتمكين المرأة وأسرهم من المشاركة بنشاط الرعاية الصحية المقدمة إليهم وتحسين أدائها فضلا عن تحقيق جودة الخدمات الطبية والعلاجية أحمد الحسناوي الحرة بابل